زلزال مدمر يضرب دول البحر المتوسط خلال ايام ده اللي افصح عنه باحث الزلازل الهولندي فرانك هوجر بيتس وهذا الزلزال يضرب دول البحر المتوسط احداها دولة عربية ما هذه الدول وما هذه التوقعات الذي توقعها ومتى واين تتم مع هذا الخبر السريع ونبدأ الخبر مع هذا البحث الهولندي فرانك هوجر بيتس والذي دائما يطلع علينا بهذه التوقعات قد تصدق في كسير من الاحيان وقد لا تصدق ندعوك الاشتراك في القناة ونبدأ بسم الله ركد البحث الهولندي الفرانك هوجر بيتس ان هناك حالة من التأهب لاحتمال وقوع زلزال مدمر خلال ايام قليلة اي في الفترة من تمنتاشر الى تساعتاشر اغسطس الجاري وان عدد من بلدان البحر المتوسط على موعد مع زلزال مدمر مشيرا الى ان زلزال قد يضرب لبنان مطالبا باخذ الحزر والاستعداد لهذا الزلزال المدمر الايضا في تحذيره من وقوع زلزال مدمر مع اقترابنا من تمنتاشر وتساعتاشر اغسطس من المهم ان نكون في حالة تأهب الاحتمال وقوع زلزال كبير وبحسب اخر التقلبات فان جزيرة كريت واليونان وجزر دو دي كانسيا وبحر ايجا وبحر مرمرة في حالة اهب قصوى وعلق معهد رصد الزلازل الهولندي اس اس جي او اس على تحذيرات من وقوع زلزال المدمر قال المناطق المحددة هي تقديرات تقريبية شدة الزلزال كبيرة هي المنطقة المعاكسة المحتمرة سومترا شمال شرق الصين وربما اليابان اوضح معهد رصد الزلازل الهولندي ان التقلبات فطابق بشكل وثيق مع تلك التي حدثت قبل يومين قد يحدث تطور كبير في المناطق المحددة او بالقرب منها ومع اقتربنا من تمنتاشر الى تسعتاشر اغسطس وجاء في تحذير ومعهد وجاء في تحذير معهد رأس الزلازل ان المناطق المحددة تقريبية شدة الزلزال كبيرة في المنطقة الف هي النقيد المحتمل مع اقتربنا من تمنتاشر الى تسعتاشر اغسطس وهناك ايضا البلد العربي وهي لبنان وقال ان الزلزال المدمر قد تصل قواته الى سبع درجات على مقياس رغتر ودائما وابدا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا مصدر الحياة والى ان القاكم في فيديو اخر وموضوع اخر وخبر اخر شكرا وعلى اللقاء